السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو يا احلى اخوات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا السعادة وخير النهاردة هعمل لكم فيديو جميل قوي يا رب يعجبكو بس ما تنسيش تشترك في قناتي وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وتعمليلي احلى لايك النهاردة هعمل هعمل فيديو روتين ايه بقى؟ يعني تعبي يوم وارتحي بقية الايام يعني لما يكون تخصصي يوم كده تعملي فيه شغل كده كده في اليوم ده هيريحك بقية الايام يعني تضبط مطبخك تشوفي الحاجات اللي انت ممكن تعمليها تستفدي منها بقية الايام وتوفرلك وقت وجود اعمليها هوريك شوية افكار يا رب تعجبك ان شاء الله ولو عندك اي افكار تانية غير اللي انا قلتها ديت ياريت تكتبها لي في التعليقات قس يا رب ان شاء الله الفيديو ده يعجبك وتعمليلي احلى لايك اوعي تنسيني احلى حاجة منظر الارض الجميلة ديت منظر الخضرة اول حاجة بقى هعملها معاكم طبعا احنا في السوق اليومان دول فيه لمون كتير اوي وماشا الله عليه يعني رخيص شوية فانا جبت اي حبة سبت حبة عشان انه مثلا عايز اعصرهم عايز اعمل لمون كده اخدت بقى شوية دول وقلت ام اي املحهم طبعا املحهم يبقى لازم اسلقهم فانا سلقتهم في مياه زي ما انتو شايفين كده بصوا بقى اللمونة هي مش كبيرة هي من الزغيرين اسمتها اربعة تربع ما اسمتهاش بالنص اي انا قلت اي علشان تسهل معايا عشان تستوي بسرعة وكمان عشان اللي يجي هاكلها ياخد يعني يطع بايده كده ويوم اي اكلها ما يوضش بقى يشد بس بس ان تكون اللمونة كبيرة عليها كده بس هسيبها اي 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 لحد ما تستوي وبعدين هاكب ميتها بقى واخسلها وبعد ما يبرد خالص ان شاء الله كده ها ام عبيها في برطمان وزبط بقى المياه والملح وحطوا بقى المياه والملح وغط عليه لحد كم يمكن حيث انهو خلاص تملح ها ام طلعا اكله منه اكون مثلا طبخة اي حاجة تحب تبلع يبقى عندك اللمونة اي ملح وانا بعمل بقى في وسط الدربكة ديت ووسط المطبخ وكده انه كنت فتح الغسال على دورة اي غسيل فانا بعمل اي بقى بستنى قبل الغسيل ما تخلص بقم طفي عليها وحطه في الدرج معطر وام شغالها تانى بتطلع بقى الهدوم بعد اما تغسلت ونضفت بتطلعها لحتها جميلة تبقى تحطها على المنشر كده والريحة تبقى جميلة كده ايه طلع من الهدوم لحتها جميلة اوي تانى حاجة معي بقى البرنجان البرنجان بقى النهاردة انا مش هعمله محشي اعمل ايه فيه هنسلقه هنسلق كل الكمية ديت ونأكلها في نفس اليوم لا طبعا شوفوا بقى هعمل ايه طبعا اول حاجة هشيل بقى الراس بتاعته ديت وهخسله حلوة ايه طراب او طين زي ما انتو عارفين او 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 بقولكو هشيل بقى الراس ديت وهخسله طبعا ايه احنا هنسلقه ومش هاكل بقى زي ما اقلت لكم كمية ديت كلها دقا انا هعمل فئة بقى هحطه في صانية واسعة وهراسسوا فيه واسلقه اه لان اياه مش هحط في حلة عشان بصمهم يتهرس يبقى كلور BE كما لا خسرتها مش هي برنجانة يعني هي هتقول لك لا ما تكلينيش هصن كبيرة لا انا اسمتها وحطتها في فسطوم هتسلأ وهتبقى طعمة هحطت المياه هوا وحطتها حط عليه بس معلقة صغيرة مالح ما تقطريش معلقة صغيرة شوفوا البرنجانة الكبيرة هي انا اسمتها وحطتها في فسطوم اه تسلأ وبعد ما تسلأ بقى بعد ما البرنجان كله يسلأ انا سلأتشوفوا النص سليئة مش سلأة كاملة هسيبه في الطبق يبرد خالص خالص لحد ما اقوم انا جايبه بقى علبة او كيس ومرصص البرنجان زي ما هو مترصص كده مع وجوش ومتنهوش وقوم حطا في الفرازة اما تكون مثلا اكلها سمك مشوي او اكلها مثلا رز وعدس اللي هو الكشر الاصفر او عايزة اي حاجة بلوع عايزة اي حاجة حدقى بتقوم مطلع البرنجان ده من الفريزر وتستنى عليه شوية هيفك وتقوم مملحها زي ما يكون سلأة الوقت هوا وطبعا احنا عارفين بقى الدقة بقى بالفلفل الاخضر او الفلفل الاحمر والطوم والخل والملح واللمون بيتبقى حاجة تانية خالص بقى وساهل عليك الوقت هاد احنا سلقنا هوا تما سلقنا البرنجان اما تكون مسلا تاكل حاجة بتطلع عيس ساعتها ثلاث حاجة معي بقى احنا طبعا اما منكون بنا تبخ مكارونة او نسلق مكارونة اه ساعات ما مناخدش الكيس كله بيفضل عندنا حبة يفضل حبة في الكيس ده وحبة في الكيس ده وحبة في الكيس ده وحبة في الكيس ده وانده بقى التلاجة مليانة طب ليه بقى او انت لو سبتها برا وانستيها تم هيها تسوص مش خسارة تلم بقى كل الانصاص والارباع اللي هما الكيس دول اللي موجودة عندك وتقوم اه سلقاهم حطوهم على بعض واصدقوهم هو المكارونة بتاخد سوية واحد وبعد ما تصدقيهم طبعا احنا عارفين احنا منصدقهم ازاي وبعدين بتخسليهم وتسيبيها لحد ما تبرد خالص وبعدين تحطها في الكيس على قد الطبخة اللي انت هتطبخيها تحطها في كياس وتحطها في الفريزة وفي اليوم اللي انت عايزة تطبخي فيه مكارونة بتقوم طلعك كيس من يعني قبلها بساعة او حاجة وتحطها في مياه سخنة بس ما تغلهاش يعني تخسليها بس بمياه سخنة هتلاقيها كأنك لسا سلقها الوقت ها وبعدين تطبخها بقى زي ما انت عايزة بقى بشامل بكبدة بصالصة حمراء باي حاجة رابح حاجة معنا بقى اما يكون مثلا عندك بصل كتير وانت ساعات اه ما بتبقاش فاضية مثلا تعمليه تخديلة اه او تعبانة وكده فانت عايزة اسبوخه فاحنا بقى بنسهل على نفسنا ايه بنقوم عاملين شوية تخديلة بس ما نحمرهاش قوي يعني سيبها ايه نص تحمرة كده يعني هتصفرها ايه تقوم ايه قافل عليها وبعد ما تبرد خالص بتقوم حطها في برطمان وتحطها في باب التلاجة او لو انت مش عايزة تحطها في برطمان في باب التلاجة بتحطها في كيس نيلون بتحطها في الفريزر وما تيجي تحب تطبخي خضر ولا حاجة بتقوم تطلع معلقة او معلقتين وتحطهم ايه على الخضر على طول اه وفرتلك ايه وقته وجهدها وبعد اليوم الطويل والحاجات دي كلها اللي احنا عملناها الواحد محتاج ايه شوية هدوء وكباية شاي احنا عملنا الحاجات دي كلها وتعبنا في يوم بس بقية الايام هنرتاح فيها الحاجة تبقى موجودة عندنا في الفريزر نطلعها على طول ارأيكم في الفيديو دي يا ربي ان شاء الله يكون عجبكم وكون يعني افتكوا بحاجة ولو انت عندك اي افكار تانية يريد تقولها لي في التعليقات وانا هعمل بيها وهاشكرك بس ما تنسنش بقى اشتركي في قناته وفعل الجلس عشان يوصلك كل جديد وتعمليلي احلى لايك من احلى ايد ولو ما كنتش لسه اشتركت في قناته يلا اشتركي احلى حاجة ان انت بعد التعب وبعد اليوم الطاول ده كباي الشاي وتعود كده على الركنة كده قدام التلفزيون يا سلام دي احسن جايزة لكل ست بيت وسلام يا احلى اخوات